مفاجأة جميلة أخت التوأم المحبة والمرحة لماذا لم تدعني أدرس فحسب؟ لدي امتحانات يا جميلة ليس لدي وقت لهذا الحصول على القليل من المراحل لن يضر يتعين على البعض منا أن يدرس للحصول على منحة دراسية وليس لديه والد لدفع ثمن كل شيء أوه تعتقدين أن حياتي سهلة للغاية؟ جرب المشاري مسافة ميل في حذائي فلماذا لا؟ ما مدى صعوبة حياتها؟ لديها كل شيء عاشت مع والدنا الغني وزوجته بينما كنت أعيش مع والدتنا اضطرت للعمل في الصيف بأكمله لشراء دراجة والتسوق في المتجر العادي قلت هل تعرفين ماذا؟ أعتقد أنني أود أن أسير في حذائك من برادا كثيرا مرحبا أنا إسلام لدي توأم أجمل وأكثر شهرة وثراء مني أو هكذا فكرت قبل أن أبدل الأدوار ها هي قصتي في اليوم التالي أخبرت جميلة أمي أنها ستأخذني إلى الخارج لحضور حفل عيدي ميلاد وصحبتني إلى الصالون صبغت شعري تماما مثل شعرها كنت أحب الشقارة نوعا ما عندما وصلنا إلى المنزل شهقت أمي لم تستطع تفريق بيننا تمت المهمة عندما توقفت سيارة الليموزين خارج المنزل لتأخذني إلى حياة الجديدة التقطت كل الأشياء التي أحتاجها من غرفتي وقبلت أمي لأودعها عنقتني بشدة قالت هذه هي المرة الأولى التي تقبليني فيها منذ سنوات خطأ مبتدأ أخيرا ركبت سيارة الليموزين وتوجهت نحو بيت الجديد سقط فكي عندما رأيت قصر والدي الضخم في ناءه يمثل مساحة بيتي بالكامل رحب كبير الخدم بي كنت متوترة بشأن التحدث إلى أبي لم أره منذ عشر سنوات لكن الخادمة أخبرني أنه كان بعيدا في رحلة عمل فقط السيدة كانت في المنزل كان المنزل مثل المتاهة كنت أتجول أحاول العثور على غرفتي عندما استضمت بشخص ما قالت ألا يجب أن تكوني في المدرسة؟ استدرت لأراها زوجة الأبي المخيفة كنت هل كنت مع أمك الغبية؟ بالطبع اعتقدت أني جميلة لكن من هي التي تقول أي شيء عن أمي؟ كنت غاضبة لكنني أبقيت فامي مغلقا وابتعت أبحث عن غرفتي جميلة يا رجل كيف كانت هذه الفتاة تمشي في الكعب طوال الوقت؟ قبل أن أتوجه إلى المدرسة نظرت في المرأة وقلت لنفسي يمكنني فعلها ابتدأت اللعبة صدمت بمجرد أن رأيت مدرستي إذا كنت أعتقد أن المنزل كان رائعا فإن المدرسة كانت تخطف الأنفاس شعرت وكأنني كنت في هوغورتس بينما كنت أسير إلى المسكن ابتسمت ولوحت لعشرات الأشخاص الذين كانوا يلوحون ويبتسمون لي رائع على ما يبدو أن جميلة كانت بالتأكيد مشهورة فتحت باب غرفتي لكنني صدمت عندما رأيت سريرين ومجموعة من أغراض بعض الفتيات الأخريات رائع لم تخبرني جميلة أنها تشاركت الغرفة مع شخص ما مع ذلك دخلت فتاة وعانقتني الحمد لله أنك عدتي كان المكان مملا جدا بدونك كانت هذه زميلتي في السكن ولم أكن أعرف حتى اسمها يا إلهي كانت كأنها محطة إذاعية لا يمكن إيقافها أرادت أن تعرف كل شيء عن كل شيء أخبريني كل شيء عن أختك الفقيرة وبقدر ما أردت أن أقول لها أنني كنت أجمل وأذكى التوأم تراجعت لا تذكريني كانت غبية بدأ بأن زميلتي اقتنعت بأنني أنا جميلة وكنت على وشك إخراج حقيبتي عندما دخل هذا الرجل الوسيم كان لديه أكثر فك محدد رأيته في حياتي سار نحوي بشكل مستقيم وجذبني قال حبيبتي اشتقت إليك هل نسيت جميلة بالفعل أن تخبرني أن لديها صديق؟ قلت آه انتظر واو ها أنت ذا لا يمكن للرجل تقبيل صديقته الآن مررت برحلة سفر طويلة وأشعر ببعض الطعب أخذت أغراضي بسرعة وتوجهت إلى الحمام كنت بحاجة إلى الابتعاد عن هذا الرجل خلال الأيام القليلة التالية حاولت أن أتأقلم وأن لا أبدو كحمقاء وهو أمر صعب حقاً عندما لا تعرف حتى اسم أي شخص استطعت العثور على نسخة من مجلة المدرسة وحاولت معرفة أسماء ووجوه الجميع في فصلي ذات يوم عندما دخلت الفصل رأيت رفيقتي تقرأ أحدث إصدار من مجلة المفضلة سكاي أن تليسكوب يا إلهي أتت قراءتها منذ متى وأنت تقرأين أي شيء غير مجلات الجمال جميلة لماذا يجب أن تكوني غبية جداً؟ حاولت جاهدة التأكد من أنني لم أكن وحدي مع مازن لحسن الحظ كان لديه الكثير من الأصدقاء وكانوا دائماً حوله كانت هناك واحدة على وجه الخصوص لم تعجبني حقاً ريم كانت دائماً تتجول مع مازن ودائماً ما تحرجني بتعليقاتها الغبية كنت أسير في المماري ذات يوم عندما وقفت ريم أمامي مع صديقاتها قلت ابتعدي عن طريقي قالت ريم أم ماذا؟ هل ستبكين لأبيكي؟ لم أكن أعرف ما أمرها لكنني لم أقف لأستمع إليها ومشيت بضع خطوات فقط عندما تغير وجهها اخترت لعبث مع الفتاة الخطأ اليوم ابتعدي وإلا من فضلك لا تؤذيني يمكنك الحصول على كل مخصصاتي ماذا؟ ماذا يحدث هنا؟ جمت كانت المديرة قالت ريم لقد كانت تجبرني على منحها كل أموالي بدأت أبرر لكن المرأة كانت في مهمة ولن تسمع أي كلمة الفصل الدراسي بالكاد بدأ وأنت تثيرين المتاعب بالفعل لن يسمح لك بمغادرة مباني المدرسة لمدة أسبوع كان ذلك غير عادل ذهبت إلى غرفتي وأخرجت مذكراتي للتنفيس لم أستطع الانتظار للتحدث مع جميلة والسؤال عن أمر ريم والمديرة من الواضح أن كلاهما كرهها الكتابة عني؟ رائع قفزت من مقعدي وأغلقت مذكراتي بسرعة يمكن أن أشعر بقلبي تسارع كان مازن قريبا جدا مني ورائحته طيبة جدا ولديه شفاه مغرية وهو صديق أختك أيتها الغبية لم أكن أعتقد أنه كان ممكنا لكنك أصبحت أكثر جمالا من ذي قبل يا إلهي ظن مازن أنني أجمل من جميلة تهت في عينيها عند منحنا ولم أنقفه شعرت بالذنب ولكن لم يكن الأمر بيدي لقد كان مثاليا جدا تماما مثل حياتي جميلة قال لقد سمعت بما حدث مع ريم ونعم أعلم أننا سنفتقد رحلتنا في عطلة نهاية الأسبوع لكنني سأكون هنا طوال الوقت سنستمر في الاستمتاع تشقلبت معدتي كان ذلك مثاليا أخبرته أنني أتطلع إلى ذلك عندما غادر للعب كرة السلة لم أستطع التوقف عن التفكير في المرة القادمة التي سأقبله فيها بعد ذلك فقط دخلت بعض الفتيات قالت إحداهم جميلة لقد وعدتنا برحلة بطائرة هليوكابتر في عيد ميلادك قلت لكن عيد ميلادي كان قبل شهرين قالت يا إلهي يا جميلة تحتفل بعيد ميلادك كل شهر؟ بالطبع هي تفعل أنا فقط أمزح معكم يا رفاق لقد خططت للأمر كله لماذا لم تقل جميلة رحلة إلى المتحف أو رحلة بحرية؟ لدي فوبيا من المرتفعات كيف سأفعل هذا؟ طلبت مني جميلة لاتصال بالخادم الشخصي في حالة حدوث أي طارق وكان هذا بالتأكيد واحداً قال إنه سيرتب كل شيء وسيحصل على سيارة ليموزين تقلني أنا وأصدقائي بعد ظهر اليوم التالي في اليوم التالي عندما كنا جميعاً نستعد للخروج ظهرت المديرة قالت وإلى أين تعتقدين أنك ذاهبة؟ قلت إلى الخارج في أحلامك يا حبيبتي في مدرستي عليك اتباع كل قواعدي والتي منها لا يمكنك الذهاب بعد ذلك فقط توقفت سيارة ليموزين وسلمني السائق مظروفاً أعتقد أنه لك كانت رسالة من أبي تسمح لي بالخروج لقضاء عطلة نهاية الأسبوع سررت عندما شحب وجهها وعادت إلى الداخل كانت الرحلة إلى مهبط الطائرات مليئة بالإثارة والضحك لم يتوقف الجميع حديثهم حول مدى روعة الرحلة بينما لم أنظر إلى الأسفل مرة واحدة وحاولت عدم التقيق بعد رحلة الهيليوكوبتر عزمت الفتيات على عشاء فاخر في مطعم فاخر من قال أن المال لا يستطيع شراء السعادة لم يكن يعرف من أين يشتريها كان هذا أقل ما يمكن أن يفعله لي الأب عندما عدت كان مازا ينتظرني خفق قلبي عندما رأيته ها هي فتاتي أفتقدك عندما لا تكوني بالجوار قال لقد وعدني بعطلة نهاية أسبوع ممتعة وأنه عند كلامه قادني إلى السطح وكنت عاجزة عن الكلام عندما رأيت كل ما تم ترتيبه هذا لا يمكن أن يكون أكثر كمالا يا فتا لقد كنت في ورطة أدارني وقال إن لديه مفاجأة لي لهذه عندما رأيت قلادة وضعت حول عنقي كانت تشمال الأحرف الأولى من أسمائنا حسنا ليس اسمي نظر بعمق في عيني وقال هناك شيء فيك يجعلك مختلفة مختلفة جدا هل يمكن إنجاح الأمر هذه المرة؟ ما الذي كان يتحدث عنه؟ كان على وشك تقبيلي عندما أفسد شخص الماء اللحظة تماما أنت حقا بحاجة إلى رفع معاييرك يا مازن ما الذي كانت تفعله في تخريب موعدي؟ لقد حان الوقت لأريها لمن ينتمي مازن حقا أمسكته من وجهه وقبلته أغلقت البابة وغادرت ريم صفر إسلام واحد تلقيت مكالمة من جميلة في وقت لاحق من تلك الليلة ولم أرغب حقا في التحدث معها ماذا كان من المفترض أن أقول؟ مرحبا أختي قبلت صديقك مرتين على مضض ذهبت إلى كشف الهاتف قالت كيف الحال يا أختي؟ لقد قدمت فقط بعض الإجابات الغامضة وسألتها بدلا من ذلك عن مدى سوء العبث في درجاتي أنا لست غبية كما تعتقد أيها الحمقاء قلت حسنا سمعتك هنا تقول غير ذلك أيضا ما أمر ريم والمديرة أوه ريم غيورة ولا تجعليني أبدا مع تلك المرأة المجنونة إنها تكره الجميع لكن أنا أذكياء ونجد دائما طريقة للاستمتاع انتهى الوقت يا أميرة استدرت لأرى المرأة المجنونة واقفة ورائي قطعت المكالمة وابتعدت تاركة السماعة مغلقة لم تكن رئيستي في صباح اليوم التالي اقتحمت ريم غرفتي دون أن تطرق الباب حتى كيف تجرأت ماذا تعتقدين أنك تفعلين في السرير أحتاجك في ملعب لاكروس الآن وبهذا خرجت قلت لزميلتي هل هي مجنونة؟ ما الذي تتحدث عنه؟ مباراة لاكروس أنت تلعبين للفريق أتتذكري؟ هل أصبت برأسك الليلة الماضية؟ يا إلهي تحدثت إلى جميلة الليلة الماضية ولم تزعج نفسها لإخباري لم ألعب أي رياضة في حياتي من قبل فكيف كان من المفترض أن أزيف هذا؟ شققت طريقي إلى الملعب الرياضي لأرى ريم تنبح بأوامرها على الفريق كله بالطبع هي القائدة فجأة شعرت أن مازن يسحبني ويقبلني على خدي قال في الوقت المناسب لأشجع نجمتي حطميهم قد يحدث ذلك بالفعل؟ لم يكن هناك قدر من الحظ سيجعلني أتجاوز هذا كنت مرعوبة في الميدان لم يكن لدي أي فكرة حول ما علي فعله كانت ريم على وشك قتلي عندها فقط استضمت بفتاة وسقطت على وجهي على الأرض كان هناك وقت مستقطع وتم نقلي خارج الميدان مرحبا هل أنت بخير حبيبتي؟ ما خطبك اليوم؟ أخبرت الجميع أنني كنت فقط في إجازة وأرغب في الجلوس في هذا اليوم لحسن الحظ مع خروجنا من اللعبة فزنا بالفعل قلت أوهو دعونا نحتفل بأسلوب جميلة كان علي أن أقيم حفلة حياتي لأجعل الجميع ينسون هذا الصباح الرهيب كان هناك الكثير من الرجال لطيفين في الحفلة لكن كان مازي الخاطفا ناظري كان يتحدث مع زملائه في الفريق وعندما ابتسم لي شعرت بالضعف رأيت ريم تتجه نحوه فجأة وتضع يدها على ذراعه لماذا كانت تلمس صديقي؟ حسنا ليس صديقي بل صديقة جيس كانت قريبة جدا منه ورأيته يسحب يده بلطف لكنها كانت مصممة لكنني فعلت شيئا غبيا لأنني كنت غضبة جدا أمسكت بأحدى لاعبي الجولف وبدأت أرقص معه نظرت إلى الأعلى لأرى ما إذا كان مازي ينظر إلي بدلا من ذلك رأيت ريم تبتسم ابتسامة شريرة همست شيئا في أذنه وتنحيت جانبا نظر إلي لدقيقة وعيناه غضبتان ثم خرج بسرعة حسنا أردت أن أجعله يشعر بالغيرة قليلا لكنني لم أتوقع ذلك التفت إلى رفيقتي لماذا غادر مازي هكذا عندما رأاني أرقص مع هذا الرجل لقد كان يرقص مع ريم قالت حسنا إذا أمسكك ترقصين مع الرجل الذي خنته معه الصيف الماضي ماذا تتوقعين؟ ماذا؟ أو ما؟ جميلة أنت معتها؟ هرعت إليه ماذا؟ أعطني فرصة للشرح قال ليس هناك ما يستدعي الشرح أعتقدت أنك ستتغيرين لكنني كنت مخطئا أنت جميلة الأنانية ذاتها انتهى الأمر كم أردت أن ألتف بالذراع حوله وأقول له أنني مختلفة لكنني وقفت هناك أشاهده يمشي بعيدا في اليوم التالي لم أستطع أحضار النهوض من الفراش أو أكل أي شيء كنت حزينة جاءت بعض الفتيات وتوسلنا لأخذهن للتسوق هل كانوا عميان؟ كيف يمكن أن تكون بلا إحساس؟ فارقت صديقي للتو خرجوا من غرفتي بلا مبالاة أدركت أن الفتيات لا يهتمن بجميلة على الإطلاق وأن هنا يستخدمناها فقط من أجل مالها كان الجميع مزيفين جدا في هذا المكان لأول مرة شعرت بالأسف عليها لم يكن لدي أي إذن للخروج وليست صديقا لقضاء بعض الوقت معه كان مازل لا يزال يتجنبني وقد حطم قلبي قضيت كل أوقات الفراغ في التجول في غرفتي ومشاهدة قناة اليوتيوب الرائعة هذه قصة مصورة عرفتني زميلتي عليها وأصبحت مدمنة لها مع اقتراب الاختبارات النصفية بدأت الدراسة بجد ربما أحصل على درجات جيدة لجميلة على باب التغيير قبل الاختبار الأول بيوم سمت أصواتا عالية في الخارج عندما كنت على وشك الذهاب للتحقق من الأمر اقتحم شخص ما غرفتي لقد فجئت برؤية المديرة ماذا الآن؟ قالت فاتش غرفتها أعلم أنه هنا فقط شخص فاسد مثلها سيفعل شيئا حقيرا جدا سرخت في وجهي أن عقد ريم الماسي والذي كان إرثا عائليا قد اختفى وأن جميع الغرفة قيد التفتيش على راحتك لن تجد أي شيء هنا ولكن بعد دقيقتين سقط فكي عندما رأيت المديرة تسحب القلادة من صندوق مجوهراتي تلك المخادعة كنت أعرف هل تعتقدين أنك جيدة كفالة لهذه المدرسة؟ سنرى اتصلت بجميلة وبكيت لأنني كنت أخشى ما سيحدث في اليوم التالي وبالتأكيد أول شيء في الصباح قيل لي أن والدي هنا وكان علي الذهاب إلى مكتب المدير كنت أرى والدي لأول مرة منذ سنوات وبدأ محبطا حقا ومع ذلك كانت زوجة أبي تبدو متعجرفة حاولت أن أوضح أنه ليس لدي أي فكرة حول كيف انتهى الأمر بالعقد في غرفتي على الرغم من كل توسلاتي فقد تم فصلي من المدرسة لم يدفع أبي عني وقال إن هذا يجب أن يعلمني درسا هذه المرة عندما مشيت إلى السيارة رأيت مازل يراقبني وأنا أغادر ويبدو محبطا هذه ليست الطريقة التي كنت أرغب في مقابلة أبي بها تماما عندما كنا على وشك الركوب في السيارة رأيت مازل يجري تجاهنا قال توقف انتظر مازل لقد سمعت ريم للتو تتحدث إلى صديقاتها حول كيفية وضعها للقلادة في غرفتك كنت أعرف قال والدي أنه لم يصدق أن ابنته جميلة من الممكن أن تسلق شيئا دخلت جميلة فجأة قال مازل ما؟ قال أبي إسلام ما الذي تفعلينه هنا؟ قالت جميلة لا يا أبي أنا جميلة بدلنا الأدوار أنا وجميلة لشهر كامل عنقني أبي لقد انتظرت عشر سنوات من أجل هذا قال إنه أدرك مدى خطأه عندما تركني خارج حياته وكان آسفا حقا قالت جميلة نعم يا أبي كما أن إسلام عبقرية وهي تعمل بجد لقد كان من الصعب حقا أن أكون مكانها طوال هذه الأسابيع إنها حقا تستحق أن تذهب إلى كلية جيدة قال والدي ماذا عن الاستعداد لتخرج كلتاكم من المدرسة الثانوية؟ ثم قال مازن انتظر لحظة من التي كنت أراها طوال الشهر الماضي؟ استدرنا لننظر إلى مازن والذي كان محتارا تماما قالت جميلة مرحبا مازن هذه أختي إسلام لقد وجدت شخصا آخر أنت تعرف كيف كانت الأمور عندما غادرت أمسكت يدي مازن مازن كنت على حق كنت مختلفة أنا مختلفة لقد وقعت في حبك في المرة الأولى التي رأيتك فيها قبل شهر ولن أختار أبدا أحدا عليك وقف هناك واستدار للمشي بعيدا لكنه بعد ذلك أمسك بيدي وجذبني لأفضل قبلة سحرية على الإطلاق أحصل على غرفة لكما